من جديد أسعد الله صباحكم دائما بكل الخير أعزائنا المشاهدين ومن خلال جماليات المشهد كما شاهدنا الآن ومن خلال هذه الفواصل الجميلة المختارة نشاهد ربوع المملكة الأردنية الهاشمية حاضرة متحف يزخر بالبعد الجمالي وهذا الإرث الكبير للدولة الأردنية أعزائنا كما تحدثنا في بداية حلقتنا الجمعية الأردنية للتربية والعلوم حاضرة معنا في هذه الصباحات وقد يكون السؤال الأبرز لضيف برنامج جاوم جديد دكتور خالد الصراير أمين سر الجمعية كم نحن بحاجة إلى أن يكون هناك مؤسسات ممكنة ورافدة للمؤسسات ذات العلاقة لتنمية المعارف والعلوم المختلفة والبحث العلمي قد يكون هذا السؤال الأبرز لكن اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا داخل السيديوات دكتور خالد الصرايرة دكتور صباحك سعيد صباح نور شرفنا بقدومك شرفنا في الحضور لهم ونشكركم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج القيم والمتميز على مدار السنوات الطويلة أهلا وسهلا بك دكتور بداية الجمعية الأردنية للتربية والعلوم نتحدث عن التأسيس النشأة الرسالة الهدف الرؤية كل ذلك من خلالك يا سيدية بارك الله فيك يمكن هذا السؤال بوضح كثير من المعاني والأمور المهمة جدا في هذا المجال أول شيء الجمعية الأردنية للعلوم التربوية تأسست عام 2009 طبعا بعد عمل وجهد مضني لسنوات سابقة تسبق هذا العام يعني يمكن بدأنا في بداية من 2006 في التأسيس وبدأنا في وضع المعايير ووضع الرؤية والرسالة والأمور من قبل نخبة من الأساتذة في التعليم العام والتعليم الجامعي على الجهتين لأنه بنجمع بين التعليم العام والتعليم العالي طبعا كانت كلها بجهود من معالي الأستاذ الدكتور الراتب السعود إضافة لنخبة الأساتذة هذه الجمعية طبعا لاحظت أنه كل الجمعيات الموجودة متخصصة في مهن وأمور مختلفة عن التربية والتعليم إحنا اتجهنا أن يكون في جمعية متخصصة للعلوم التربوي تراعي المؤسسات التربوية بقطاعها العالي والعام وبالتالي بدأت نشأة هذه الجمعية وأخذت الموافقات الرسمية من قبل وزارة الثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية وبدأت عملها طبعا كانت الفلسفة الرئيسية لهذه الجمعية أن تكون الاستثمار في الإنسان والإنسان أغلى ما نملك في هذه البلد ومثل ما قال جلالة سيدنا في أوراق النقاشية أنه دائما الإنسان هو المورد الرئيسي لهذه البلد وهو الاستثمار الحقيقي وبالتالي هذه كانت الفلسفة أما بخصوص رؤية هذه الجمعية فكانت رؤيتها أن تكون مركزا رائدا ورديفا لمؤسسات التعليم العالي سواء والعام الجهتين سواء الجامعات أو البدارس طبعا بقطاعها الحكومي والخاص لا نميز بين هذه جامعة حكومية أو مدرسة حكومية أو جامعة أهلية ومدرسة خاصة طبعا هذه الأمور كلها مبثق منها اللي هو رسالة الجمعية بحيث أنه تسهم في رفع الأداء المؤسسي لهذه المؤسسات التربوية والتعليمية العامة والخاصة والعالي والعام بحيث أنه الآن تدرس هيكلها التنظيمية تدرس وظائفها وإجراءات العمل فيها طرائق التدريس المعتمدة فيها كل ما يخص العملية التعليمية والتعلمية الآن في هذا الجانب وتسهم في تطوير العاملين فيها سواء أعضاء التدريس أو معلمين أو حتى العاملين إذن تنمية المهارات التعليمية والتربوية بشقيها العام والتعليم العالي أيضا بنفس الوقت قد يكون من الأهداف الرئيسية للجمعية مدى التعاون دكتور خالد وأنت أمين سر هذه الجمعية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية مع الجمعية بشكل مباشر كيف لمستم مدى التعاون والتشبيك مع المؤسسات التعليمية باختلافها هو كان أحد الأهداف الرئيسية من أهداف الجمعية وهو التعاون والوصل وهو بين المؤسسات المختلفة سواء التعليم العالي أو التعليم العام والخاص والعام هذه الأمور بدأت الآن بعقد اتفاقيات مع هذه الجهات مثلا عقدنا اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم وكان فترتها دولة عمر رزاز دكتور عمر رزاز هو كان وزير التربية والتعليم نعم ووقعنا اتفاقية مع الوزارة وعملنا مؤتمر مشترك بين الوزارة وبين الجمعية نفس الشيء تم اعتماد المجلة التربوية لنشر أبحاث المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم واعتمدت للترقية لهم نفس الشيء صار اتفاقيات مع الجامعات منها الجامعة الأردنية ومنها الجامعة الطفيلة ستتوقع ان شاء الله خلال فترة أسبوع الجاي خلال الأيام القادمة نفس الشيء مع جامعة العقبة للتكنولوجيا ومع جامعة جرش ومع عدد من الجامعات الأخرى إضافة إلى المجلة المعتمدة الآن اعتمدت للترقية واعتمدت للأغراض الأكاديمية للطلبة المجلة التربوية الأردنية تحمل هذا العنوان التحديد نعم هذه المجلة هذه الأمور التي بدأنا فيها إضافة للمؤتمر المؤتمر الذي هو السنوي وهو مؤتمر من النشاطات الرئيسية للجمعية يعني هذا المؤتمر أخذ على عاتقه دراسة القضايا الساخنة في التعليم العام والتعليم الخاص وبالتناوب سنة يكون للتعليم العام وأخرى يكون للتعليم العالي كيف كان البناء على مخرجات هذا المؤتمر الرئيس وقد يكون نواة الجمعية من خلال التعاون المباشر ومن خلال حضور أعضاء هيئة التدريس وقد يكون من حضور دولي أو خارجي انتحدثنا عن الفكر التعليمي والتربوي يا سيد العزيز المؤتمر اللي الآن بدأنا في عقد أول مؤتمر كان في 2015 والآن سيُعقد المؤتمر 2020 إن شاء الله في شهر ثلاثة بالتعاون مع الجامعة الأردنية في العقبة أما مؤتمر 2019 فعقد بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا وتناول قضية مهمة جدا الآن هي مدار الحديث اللي هو التعليم التقني والمهني جميل وأخذ انعكاس كبير وكان من الحضور مؤسسات المهنية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات المعنية بالتعليم التقني والمهني وكان في حضور مهم جدا من أساتذي من خارج الأردن وكان في محاضرين من خارج الأردن في هذا الموضوع من دول عربية مختلفة سواء من الخليج أو من فلسطين الحبيبة أو من مصر فكلهم كان موجودين أما مؤتمر 2020 إن شاء الله فرح يتناول اللي هو قضية كمان من القضايا اللي الآن قضايا الساعة وهي قضية ساخنة جدا اللي هو عن التصنيف الجامعات فرح يكون عنوان المؤتمر اللي هو رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم العالي الجامعات العربية نحو الريادة العالمية نحو الريادة العالمية نعم هذا العنوان الكبير اللي رح يكون للمؤتمر ورح يكون فيه هذا المؤتمر اللي هو تعاون مع مؤسسات خارج الأردن جميل ومؤسسات أجنبية رح يكون فيه محاضرين أول شيء محاضر رئيسي رح يكون وهو رح يكون معني بافتتاح المؤتمر والضيف الرئيسي عمر سلامي اللي هو أمين عامل اتحاد الجامعات العربية نفس الشيء رح يكون فيه عندنا أستاذ من جامعة هارفرد وأستاذ رح يكون من جامعة كوليفورنيا إضافة إلى أستاذ المعني في التصنيفات العالمية في الكيو أس وبالتالي هذه الضيوف إضافة إلى النخبة من الساتذ الأردنيين والعرب اللي رح يكونوا موجودين هذا المؤتمرات اللي إحنا بنعتمدها غير عن المؤتمرات العادية بحيث أنه نعتمد في مؤتمرنا السنوي محاضرات رئيسية لجميع الحاضرين إضافة إلى الأوراق النقاشية اللي بطرحوها الباحثين المختلفين من الدول المختلفة ويتبع هذا المحاور كاملة اللي هو نقاش ما بين الحضور لإثراء الموضوع والخروج بتوصيات إضافة إلى نشر هذه الأوراق في كتاب هنا نتوقف عند التوصيات واسمح لي بتكرار هذا السؤال كيف يمكن لأن تكون التوصيات بشكل مباشر بنعكاسها على العملية التعليمية والتربوية العام والتعليم العالي بشكل مباشر وهل هناك متابعة من خلالكم أيضا لتوصيات المؤتمر الأول وما بعد ذلك 2020 أيضا للقادم الأيام طبعا دائما إحنا التوصيات في نهاية كل مؤتمر بنعممها على كامل الجامعات وعلى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بنزودهم في نصخ منها إضافة إلى اتحاد الجامعات العربية للتعميمها على الجامعات العربية ويتم عقد اتفاقات مع هذه الجهات اتفاقيات مع هذه الجهات للتعاون في الوصول للحلول للقضايا اللي طرحت من خلالها طبعا هو في العادة التوصيات غير ملزمة لكن احنا نعمل من خلال الجهود اللي احنا بنبذلها مثلا الآن في قضايا التعليم التقني والمهني كان احدى التوصيات اللي هو نشر الثقافة وبالتالي احنا بدأنا في نشر هذه الثقافة وعقدنا اللي هو ندوات وعقدنا اللقاءات مع الأساتذة الوزراء المعنيين في الموضوع للحديث عنه إضافة إلى نشرات وإضافة إلى محاضرات في المدارس للتفقيف في هذا الجامع بالمناسبة دكتور التعليم التقني والمهني أولوية للدولة الأردنية وأولوية قصوى حقيقة في السنوات الماضية حتى يومنا هذا اسمح لي بالختام التعليم وانهضت التعليم عابرة للحدود ولا تتوقف بالمناسبة بحاجة إلى استدامة وتطوير وحداثة من خلال الأدوات أو الفكر التربوي والتعليمي انتحدثنا الآن كم نحن بحاجة العودة على بداية الفقرة بسؤالي كم نحن بحاجة إلى مؤسسات مثال الجمعية الأردنية لتربية والعلوم كم نحن بحاجة إلى مؤسسات رديفة إلى المؤسسات العامة لنهضة العملية التربوية والتعليمية الحقيقة إحنا بحاجة كبير إلى هذه الجمعيات وبحاجة كثير للمؤسسات المجتمع المدني الرديفة للوزارات المعنية بالتعليم إضافة للجامعات شوف الجانب الرسمي لا يكفي لوحده لذلك لا بد من وجود مؤسسات أهلية أنه الآن تساند هذا العمل وتبدأ في نشر الثقافة من خلال المختصين فيها ومن خلال دراساتها الميدانية اللي ممكن الدور اللي الآن بتلعب المؤسسات الرسمية في الجانب الرسمي بأخذ وقت كبير منها وتكلف كبير جدا لذلك هذه المؤسسات تعمل على رفض ومساندة هذه المؤسسات للوصول لتحقيق الأهداف المشتركة ما بين الجهتين سواء الرسمية والأهلية الغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني حتى النهوض هذا وطننا وبالتالي كلنا نستجيب لطلبات جلالة الملك ونلبي رغباته في هذا الموضوع للنهوض بوطننا والوصول فيه إلى أسماء المراتب في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين أنا شاكر قدومك في هذه الصباحات إضاءة مهمة لمؤسسات تقوم بدور كبير ومهم للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في أردننا الحبيب والغالية دكتور خالد صرايرا أمينسر الجمعية الأردنية لأتربية والعلوم نتمنى لكم دائما التوفيق من تقدم إلى تقدم ومن ازدهار إلى ازدهار في الأردن الغالي كل شكرا لك سيدي الله يسلمك شكرا إلىكم شكرا لإستضافتكم لكن نأمل بجانب واحد اللي هو دعم المؤسسات الأخرى الخاصة لهذه الجمعيات هي مسؤولية مشتركة ومؤسسات الدولة لا تألو جهدا من خلال التنسيق المباشر والتشبيك عالي المستوى مع المؤسسات كافة باختلاف صنفها كل شكرا لك سيدي أهلا وسهلا